وفي مقاطعة تيارة أشرف رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزوان اليوم على وضع حجر الأساس لملعب المقاطعة يدخل مشروع بناء ملعب تيارة في إطار المكونة الرياضية من برنامج رئيس الجمهورية ويتكون من مدرجات معدنية تسعى ألفي متفرج وعشب اصطناعي ومنصة شرفية وتلقى رئيس الجمهورية شروحا من القائمين على هذه المشاريع حول مكونات المشروع ومن المقرر إنجاز هذا المشروع في فترة زمنية لا تتجاوز 15 شهرا بتكلفة مالية تناهز 77 مليون أقيا جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر